السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ووقاتكم طلابي الأعزاء اليوم إن شاء الله سوف نكمل آخر فعل من الأفعال اللي هو فعل الأمر طبعا فعل الأمر من حيث البناء والإعراب هو فعل مبني يشبه من الفعل الماضي فعل مبني طبعا يبنى فعل الأمر على السكون ويبنى على حذف حرف العلة ويبنى على الفتح ويبنى على حذف النون من آخره طبعا رح نتناول هذه الحالات حالة حالة إن شاء الله بالتفصيل بداية فعل الأمر يبنى على السكون في حالتين إذن يبنى فعل الأمر على السكون في حالتين الحالة الأولى إذا لم يتصل به شيء إذا لم يتصل به شيء خلينا نشوف مثال على فعل أمر لم يتصل به شيء أحسن إلى من أساء تكرما أحسن إلى من أساء تكرما نظر أحسن إلى من أساء تكرما طيب طيب يا أمس أحسن هنا فعل ماذا؟ أحسن فعل أمر أحسن إذا لم يتصل به شيء با إذا اتصل به نون النسوة نون النسوة دائما إذا اتصلت بالفعل فأنه يبنى على السكون قلنا مثال أيها النساء تمسكنا تمسكنا بحق كنا في العلم والتعليم أول عمل تمسكنا بحق كنا الآن هنا تمسكنا فعل ماذا تمسكنا؟ فعل أمر ننظر إلى نهاية الفعل هنا مبني على السكون نعطي السبب الاتصال بنون النسوة طبعا يجي نعرب هنا ضمير نون النسوة نون النسوة نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل إذن مرة أخرى إذن يبنى فعل الأمر على السكون في حالتين الحالة الأولى إذا لم يتصل به شيء أو الحالة الثانية إذا اتصل به نون النسوة مثل تمسكنا بحق كنا في العلم إذن هنا أعربناها وعربنا الضمير الضمير المتصل هنا يأتي فاعل النقطة الثانية يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلم من آخره طبعاً إيش هو الحرف الواو الدعو الثاني إذن من ذوي الهمم العالي إذن فعل الأمر مبني على حذف حرف العلم من آخره أيضاً هنا حرف العلم كان الواو الآن النقطة الثالثة يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كان الثقيلة أو الخفيفة وسبقاً شرحنا الفرق بين نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة إذن يبنى على الفتح إذا اتصل به نون توكيد الثقيلة طبعاً نفس الحالة الموجودة بالفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت من نون توكيد الثقيلة أو نون توكيد الخفيفة نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة خلينا نشوف مثال احرصن على أداء واجباتك في وقتها احرصنها احرص شوف الشدة على أداء واجباتك احرصن على أداء واجباتك هنا احرصن احرص فعل احرص فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة بنون التوكيد ضمير متصل مبني في محل رفع فعل طبعاً يا ميس بديك تكتب العراف زي ما أنا أعرفته الآن ايضاً لدينا نون التوكيد الخفيفة أعطينا عليها أمثلة يا ميس في الحصص الماضية طبعاً الفرق بين هو بين التوكيد التقيلة هي الشدة ولكن معناها التوكيد مثلاً رافقاً 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 نظر رافقاً صاحب الحكمة تغنم صاحب الحكمة الآن رافقاً نفس الشيء فعل الأمر مبني على الفتح الاتصاله بنون التوكيد الخفيفة طبعاً حكينا من التوكيد الخفيفة سكون طبعاً آخر نقطة يا ثامن اللي هي يبنى فعل الأمر على حفف النون من آخره إذا اتصلت به ألف الاثنين أو والجماعة أو يا المخاطبة ألف الاثنين يا ميس مثال العباء بعيداً عن مصادر الخطر العباء هنا فعل أمر مبني على حفف النون من آخره الاتصاله بألف الاثنين طبعاً هون ألف الاثنين نحكي عنه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اكتب معي يا ميس ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل واو الجماعة علموا أولادكم فنون الرياضة الحديثة طبعاً علموا فعل أمر مبني على حفف النون من آخره لاتصاله بواو الجماعة واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل آخر نقطة اللي هي يا المخاطبة يا بنيتي حافظي على صحتك حافظي فعل أمر مبني على حف النون من آخره لاتصال بياء المخاطبة وكما قلت لكم يا ميس الضمائر الثلاث هاي الموجودة أمامك تعرب في محل رفع فاعل الآن بالنسبة للواجب البيتي تدوين جميع ما كتب وما قيل في الحصة على الدفتر وحل تدريبات صفحة تدريبات صفحة 20 و21 يعطيكم العافية تدريبات 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 تدريبات